اشتركوا في القناة انتهي فمفهوم لماذا قال في الباب الاول باب من الشر لبس الحلقة لان كلها شركة اما اكبر وصل هنا بدأ يفصل قال باب ما جاء في الرقى والتمان لان الرقية تنقسم الى قسمين شرعية وشركية رقية شرعية ورقية شركية الرقية الشرعية لابد تتوفر فيها شروط ثلاثة اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من شرعية الى شركية وانتهنا الاول ان تكون الرقية من القرآن كان يقرأ الفاتحة او بالسنة كان يقول اعوذ بكلمات الله التامان او باسماء الله وصفاته كان يقول يا حيا قيوم اكشف ما نزل بي او باخره تمام هذا الشرط الاول ان تكون الرقية من القرآن او السنة او باسماء الله وصفاته اذا كانت من باع الدعاء يصح ان يدعو باللغة الروسية باللغة البنغالية باللغة الهندية باللغة الاردية باي لغة يصح يدعو بلغته لكن بشرط ان لا يغير الاسماء الحسنية يقول يا الله ثم بلغة يقول مثلا زوجني يقفلني او حملي كذلك تمام الثاني ان تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع يعني لا يصح ان يتكلم بكلام يقول خربوش طربوش لا ندري ايش هاد او يتمتب نقول لا نريد نفهم ونسمع ما تقول لو يأتي مثلا عندنا مفتي المملكة حفظه الله ويريد يقرأ للإنساننا قل لا بد تقرأ بصوت مرتفع هذا من وهو المفتي عندنا فما بالنا غير هذا ولا يوجد اسمع لا يوجد رقية بغير اللغة العربية لا يوجد رقية بغير اللغة العربية الا اذا كانت من بعض الدعاء بشرطا لا يغير الاسماء حسنا لانه ممكن ينادي الشيطان هو يقول خربوش متى انا لا ادري ما هذا خربوش نعم طيب الشرطة الثالث ان يعتقد ان الرغية سبب ولهذا قال لا يسترقون لانه اغلب الناس يعتقد في الراقي فيعتقد انها سبب والذي بيجي جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى